السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من الحلقات في المختبر غالباً نستعمل البطاريات إن كانت صغيرة الحجم بالشكل هذا أو أكبر شوية علشان تغذي مشاريع معينة أو أجهزة محمولة صغيرة معينة لفترات معينة وبعدها نعمل عملية الشحن طبعاً الجهود المتعارفة لهذه البطاريات اللي هو ليثيوم بتر بدي أسميهم ليثيوم هي عبارة عن 3.7 فولت لما تكون مشحونة بتكون 4.2 فولت تقريباً 4.2 فولت ولكن طبعاً بعض الأحيان إحنا بدنا فقط جهد 3.4 فولت بدنا ممكن يكون 8 أو 12 أو أكبر من هيك وبالتالي إحنا بنعمل عملية توصيل على التوالي علشان إيش عشان نحصل على الجهد الأعلى وبالتالي نغذي المنتج اللي بدنا إياه أو البرودكت اللي إحنا حابين مثلاً سوقه أو مشروع معين صغير تمام؟ المشكلة مش هنا المشكلة يا شباب لو البطاريات هادئة من نوع اللي هو بنسميها الليد أسد الرصاصية أو مشابهة لرصاصية فما فيش مشكلة إنك تشحنهم كلهم على التوالي مع بعض بالمرة يعني ما فيش خطر في الموضوع ولكن أو الخطر بكون قليل جداً جداً ولكن في الليثيوم لما أنت توصل 3 على التوالي تمام؟ عشان تحصل نفترض على هنا 4 فولت تقريباً لما تكون مشحونة وهنا 4 وهنا 4 معنات الكلام في عندك 12 فولت عشان تاخد 12 فولت ولكن لما تشحنهم انت طبعاً هتحط 12 فولت على الطرف الموجب والسالب للكل تمام؟ وانت مستني إنهم كلهم يشحنوا وما يصير إش في مشاكل ولكن الأمر مش بالسهولة هذي فاليوم إن شاء الله بس بدي أنوه تمام؟ لمشكلة ممكن تصير وهذا بتسبب طبعاً انتفاخ أو مثلاً ضرر للبطارية اللي ممكن بعدها ممكن يعني تسبب لك مشاكل أو سخونة تمام؟ وهذا الكلام في الليثيوم بتري طيب إش الحل اليوم برضو بدي أعرض يعني دائرة بسيطة جداً بدي أسميها دائرة مبتدئة تمام؟ ليست محترفة ولكن مبتدئة من مكونات صغيرة جداً ولكن الغرض منها إنو نشرح الدائرة كمان ونعرف برضو المكونات اللي هي من الإلكترات المجردة كيف بتشتغل مع بعض علشان تمنع وحدة إنو يصير حاجة اسمها شحن أكثر من اللازم وتحمي هذه البطاريات هذا الفيديو برعاية شركة بي سي بي وي الشركة الدعمة لأغلب فيديوهاتي على القناة علشان تظهر إليك بشكل مجاني بي سي بي وي بتقوم بتصنيع اللوحات المطبوعة بشكل محترف خدمة العملاء والتجاوب رائع جداً وجودة البوردات الواصلة حسب المطلوب ممكن تطلب البوردات تبعتك بأي لون وبأي شكل انت عايزه كمان عندهم خدمة تركيب القطع أيضاً بي سي بي اسملي لو انت حاب يركب لك كل القطع طبعاً لوحات اللي بتكون أقل من عشرة سانتي فعشرة سانتي بتكون تقريباً تكلفتها خمسة دولار فقط ممكن كمان تتحدث معهم عن طريق هذا الايقونة علشان تعرف إذا هم بوصلوا للبلد تبعتك ولا لا فنفترض أنا عندي ثلاثة بطاريات اللي هم من نوع ليثيوم وكل واحد نفترض إنه الآن هي عبارة عن ثلاثة بوينت سبعة فولت تمام فالآن بدأت انت عملية الشحن كيف تبدأ عملية الشحن أكيد أكيد هتحط هنا موجب وسالب تقريباً تقريباً اتناعشر فولت تمام يمكن تعتبر إنه كل واحدة هتصل بدك توصلها طبعاً انت كل واحدة أربعة بوينت اتنين فولت وهنا أربعة بوينت اتنين فولت تمام فبصير تقريباً إتناعش بوينت ستة فولت تمام إنت حطت هنا اللي اتناعش بوينت ستة فولت بهادة النقطة وهادة النقطة وبالتالي هيمشي تيار طبعاً شباب المعلومة cubولتي اياها إنه لازم لما تحط مثلاً� instructorsه هنا لازم تعمل على تحديد التيار تمام بما تقدر شي كما تد طناش بوينت سته عاشرة أمبير، تناش امبير ممكن يعطيك تمام لا لازم تقول له ماعش بوينت ستة مع تيار أقصى مثلاً نص أمبير أو او 250 ملي امبير و هكذا تمام فان افترض انه والله بدنا نقول 250 ملي امبير كاقصى احد ليش لانه عملية شحن البطاريات هذي لازم تكون برضو ايش بريتم معين طبعا احنا بدنا نقول هنا نشرح حاجة بعيدا عن بعض الايسيات البروفيشنال لو محترفة مصنعة تصنيع يعني فقط علشان تشحن ليه فيهم بتري بالاسلوب هذي احنا بدنا نبعد عنهم شوية فقط لا توضيح فكرة معينة طبعا التيار هيبدأ يمشي في الثلاثة تمام وهيبدأ يشحن كل واحدة ولكن طبعا عشان ما فيش تماثل ابدا في اي حاجة فيزيائية حوالينا وبالتالي ايش هيكون هيكون كل واحدة شحنها مختلف عن الثاني يعني ممكن هذي تصل 4.2 من 10 اسرع من هذي وهذا لسه اربعة تمام طب ايش اللي يصير اللي يصير انه لسه فيه تيار هيمشى يمشى 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 بزيادة هذي هتظل هتاخد تيار ويمكن تطلع عن الاربعة بوينت اثنين من عشر يمكن تصير اربعة بوينت ثلاثة او اربعة بوينت اربعة هيك هتوضع هتضعها في ايش في منطقة الخطر هتسخن واحتمال تنفجر تمام وبالتالي احنا بدنا هذي اسمها الاوفر تشارجنج يعني شحن زيادة عن اللزوم ممكن الكلام يصير في اي واحدة تانية تمام وبالتالي ايش ايش الفكرة اللي بدك تعملها انت علشان والله تحمي واحدة وهي بتشحن وبتشحن اخواتها معها ان والله متاخد الشحنة زيادة عن اللزوم ويصير الها حاجة اسم باي باسنج باي باسنج او تمرير عنها تمام او نلغيها مسلا بحس تيارة يروح لمن لتانين فكيف نعمل هذا الكلام واحد بينكم ممكن يفكر يقول اوكي انا بن اول ما تصل واحدة منهم على اربع بوينت اثنين من عشرة انا بدي يكون هنا مسلا تقريبا شبه لسويتش شبه لسويتش اوكي وبالتالي لما انت البطارية هتصل اربع بوينت اثنين من عشرة يصير ياخذ التيار من هنا ويروح هيك وطبعا السويتش بيكون يغلق عند الاربع بوينت اثنين من عشرة بعدها يروح هيك طبعا هنا بكون عمل ايش مصيبة كبيرة ليش لانو التيار تبع انت عملت هيك بالطريقة هذي برضو عملت شورتينج على مين على اطراف البطارية نفسها تمام واحد بقول طب انا افصل البطارية طب ما هو لما تفصل البطارية انت مضطرت توصل ايش يعني في عندك سويتشين هتتتحكم فيهم هذا وهذا تمام وبالتالي في حلول ولكن كل حلو له تعقيداته تمام تاني ايش واحد بقول اوكي انا احط سويتش هنا ولكن احط معها مقاومة بحيث ان والله التيار يمر هنا تمام ولكن يظل هنا ايش اربعة بوينت اثنين من عشرة برضو في هذه الحالة انت لا تضمن كيف هتم العملية وكيف يعني قيمة المقاومة هذي وكمان فيها اللوسز برضو عالية طيب الحل اليوم بنقوله انه والله بنستعمل ترانزيستور تمام الترانزيستور هذا هو عبارة عن اللي هو PNB اوكي والترانزيستور هذا هياخد التيار من هنا اوكي ويودي لوين ويودي للطرف هذا ولكن قبل ما يودي للطرف هذا بدنا نمرره عبر ايش يمكن دايودات اوكي وخلينا احط اربعة دايودات والان باقول كليش وبس شكل هذا تمام وبالتالي التيار هيمر هيك ويروح بالشكل هذا تمام ولكن هذا الترانزيستور يا شباب ما بيشتغل كون كامل ووف كامل لا هو بيشتغل في منطقة اللينير عشان هيك هاد الدائرة ليست ذات كفاءة عالية تمام عشان هيك هتلاقي الترانزيستور هذا بسغل ما معناه منطقة اللينير معناته انه هو مش اف تماما اف تماما معناته انه هو عبره عن السويتش مفتوح ومش اون تماما اوكي خلينا هنا اللي هو اون تماما انه هو عبره عن مفتاح مغلق تماما وليس هناك جهد كبير حوله لا هو بين البنين تمام ليعبره عن ايش شبه ايش المقاومة احنا قلنا الترانزيستور ممكن يشغل كمقاومة متغيرة فهو يستعمل كمقاومة تغيرة تتغير قيمة مقاومتها حسب الجهد اللي هادي وصلت له بحيث انه لما تصل تقريبا 4.2 من 10 خلص تقريبا يمر الجزء كبير من التيار عنده او عبره تمام الى الطرف الاخر ويمنع هادي يصير الهايش اوورتشارجين قلتلكو هادي عبارة عن دائرة ايش مالها بدائية ولكن ابدأ اشرح لك الفكرة تمام في نفس الوقت لما ياخد التيار هنا هنا هيك 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 تمام ودي عبر الليدات هدولة تمام والحين هنفهم ليش يوديهم عبر الليدات هدول لانه بدأ شغل على التوازي معهم لو عبارة عن ايش عبارة عن لد تمام طيب ويش المشكلة اما ليش انت ليش ما تلغي هاد الدايودات كلها وتودي التيار عبر الليد لانه لو وديت عبر التيار عبر الليد فيكون في عنده هنا مقاومة تقريبا 220 اوم او 330 اوم مع لد كمان اوكي وبالتالي هذا هيقلل قيمة التيار الرايح في البرانش هذا في الفرع هذا وبالتالي التيار الباقي وين هيروح برضو هيروح للبطارية لنفترض هنا 250 ميلا امبير هيروح تقريبا هنا 200 وهيروح هنا 50 تمام عشان فيه هنا مقاومة وفيه هنا ايش لد وبالتالي وضع المقاومة مع الليد بالشكل هذا هيقلل ايش التيار اللي مأخود في الفرع هذا عشان هيك عملنا ايش ديودات طب ليش اربع ليش ما هو واحد تمام الاربع لانه يا شباب بدي انا يكون حاولهم جهد كافي لإضاءة الليد الليد معروف يا شباب بده تقريبا 2 فولت تقريبا تمام فانا هنا بدي احاول اكون اكثر من 2 فولت لو ان اخدت دايد واحد هيكون 7 من 10 طب كمان اتنين هيكون واحد مثلا واربع من 10 طب ثلاثة هيكون تقريبا قريب من الاتنين طب زودهم اربعة عشان تتأكد لانه ايش فيه مقاومة عندك هنا وبالتالي انا ايش عملت هنا اربعة فايش تقريبا لما يمر فيه متيار هيعملوا هنا جهد قادر على إضاءة هذا الليد تمام ماش الحال معنات الكلام انه انا لما هنا تقريبا تقارب من 4 من 12 من 10 احنا ايش نشغل هذا الترانزيسور عشان اياخد مين التيار طب ايش شرط تشغيل هذا الترانزيسور احنا هادر تنزيسور عبارة عن ايش عبارة عن PNP تمام شرط تشغيله انه ال P اكبر من ال N ب7 من 10 طيب انا كيف اخلي ال N اقل من ال P ب7 من 10 لما يكون هاده اربعة واثنين من 10 فيه طبعا ميت الف طريقة ممكن فولتج ديفايدر او اي حاجة تانية ولكن خلينا ناخد مين ناخد الهوى اللي هو الزينر المتحكم فيه طبعا هاده بدناش اياها كده تمام الزينر اللي بنسميه TL431 ايش TL431 بقولك انا في عندي هنا الكاثد وفي عندي الانود انا مش همرر تيار الا لما يجيني هنا ايش لما يجيني هنا جهد اكبر من 2 و 5 من 10 2.5 تمام طيب معنات الكلام انا عشان هنا يصالني 2.5 لازم ايش اعمل زي مقاومة تغيرة هيك بالشكل هاده اوكي طبعا هنا ممكن تكون مقاومة تغيرة هنا خلينا يعني ممكن انا اقولك ايش القيام تبعت هادي و هادي فيما بعد تمام وبالتالي الفكرة الفكرة انه اللي بده يمرر تيار هو هذا الترانزيستور وهذا الفرع ولكن القرار هيرجع لمين لهذا المنظم اللي هو تيار 431 بقولي لو هين اصل تقريبا اكبر من اكبر من 2.5 فولت فايش فانا همرر تيار بالشكل هاده لما يمرر تيار معناته فتح لترانزيستور هاده ولما يفتح لترانزيستور هاده فتحه يعني خلا يمرر تيار لما يمرر تيار هيروح ايش يضوي او يشغل الفرع هاده وبعد هيك ايش هيمنع هاده البطاريه انها تاخد ايش كتير تيار وصير الـ طيب انت كل ما يعلى الجهد هنا كل ما هذا فتح اكتر وبالتالي صار في عندك تناسب في الموضوع طيب معناته الكلام هو هذا صاحبة القرار وانا هختار مقاومة هنا ومقاومة هنا وكمان هضيف هنا مقاومة متغيرة عشان اعاير الجهد اللي بدي اياه هذا بالظبط يفتح عنده ايش يعني يفتح هذا يفتح معناته انه يبدأ يمرر تيار بالشكل هاده طيب لو الجهد هنا قليل 3 فولت معناته الكلام هنا الجهد اقل من 2.5 فولت معناته هاده بقولك لا انا كأنه مش موجود طب هاده لو كأنه مش موجود هنا تمام ايش هيكون النقطة هاده هتكون النقطة هاده تقريبا يعني مش معروف هي بسموها floating تمام فعشان اخليها خلي هاده التنزيسر 100% off في هذا الوضع انا هجيب مقاومة كده وحطه هنا وبالتالي المقاومة هاده هجيب لي برضو هنا ايش جهد هنا وهتكون مساوي الى الجهد هنا تمام لماذا لانه هاده لسه مش مفتوح وبالتالي ايش او هاده التنزيسر هاده او المنظم الجهد هاده مش ماخد تيار هنا وبالتالي ايش هيكون نقطة هاده شبه النقطة هاده لجهدها وبالتالي هاده مش هيفته هاده لتقريبا الدائره لو انا كررته هنا وكررته هنا فكل واحده هيصير في الها ايش تقريبا حماية خلينا نفرجيك الدائره الان على البرنامج تصنيحه ونخلينا نجربها برضو طيب شاب هاده هي الدائره زما شرحتها تقريبا في عندي انا هنا الفرع هذا اللي هيجي يروحها البطارية تمام في نفس الوقت هيكون موصول بالشاحن تمام فالتيار هيبض عن البطارية في حاله انه وصل جهد معين طيب كيف حنا نعرف هاي في عندك هاده القطعة تمام وموصل هاده الجزء بالجزء الموجب عشان يتشوف قديش جهده تمام لو وصل هنا اربع عن طريق هاده المقاومات وتكسيمات الجهد الموجوده هنخلي هنا تقريبا نعيرها حسب اه ما اتفاقنا اثنين ونصف فولت بحس انه يش يبدأ يفتح هذا الترانزيستور يمرر هنا تيار طب لما يمر هنا تيار ايش بصير في الترانزيستور هذا هيفتح طبع الفتح جزئي ممكن يكون فتح كل في حالة انه هنا الجهد علي بشكل كبير وبالتالي هاده الترانزيستور ايش ماله هيكون يعني بعاني من حرارة لو لو انت تيار الشحن عندك عالي ولكن لو تيار الشحن عندك بالميلي امبير ما اعتقدش هاده يعاني ابدا تمام وقلنا هاده المقاومة عشان تتاكد انه في حالة انه هاده الترانزيستور مش موصل اي تيار هاده النقطة مالها تقريبا نقطة قريبة من جهد الموجب اللي هو تقريبا ثلاثة او اربعة او خمسة تمام فهو هاده النظرية ففي التيار هو ماشي هيك احنا نوصل للارضي تمام او للسالب وبالتالي احنا اخترنا ايكون عبر ايش هاده الدايودات هذه تقريبا القيم ايش اللي احنا اللي انا اخترتها وبالتالي انت ممكن تعيدها زي ما بدك انا عملت الان بالدايودات طبعا هاده الدائرة عملها ثلاث اربع مرات لكل بطارية فكيف عملت طبعا احنا صممناها بالشكل هاده تمام انا اخترت الشكل هاده عساس انه يعني يكون فيها يعني هفرجيك العبرة بعد شوية هنا الترانزيستور تمام وحطت هاده البيز علشان تعمل عملية تشتيت لانها نيمو هنا تمام هاده الدايودات هاده هو الليد وهاده هي المقاومة تغيره وهاده طبعا التى الاربع ثلاثة واحد يعني هي اس ام دي ولكن انا اركب فيها الترانزيستور العاده مش عارف ليش حاطته اس ام دي هنا وهانه هنا البطارية طبعا في نفس الوقت البطارية هنا في نفس الوقت موصوله هنا موصوله هنا ليش علشان اعمل زي هنا كمان واحدة وكمان واحدة وكل واحدة بينها وبين التاني يعني زي كي زي مفتاح تمام؟ فهاده هي النظري ثباتي طيب خلينا الان نشوف اه بعد ما بعثناها الى بي سي بي وي نشوف ايش اه شكلها وينلحمها وينركبها طبعا وصلتنا العلبة بالشكل هاده من شركة بي سي بي وي لان افتح هذا الكيس تبعه وهاده هي الدوائر طبعا كل مرة بيغلفوها تغليف مختلف شوية ولكن ايش هاي هنا ايش الدوائر تبعتي اوكي بالشكل هاده خلينا نشوف الان كيف يعني انا فكرة الكي تبعتي طبعا الفكرة انه والله خلينا اخد مثلا ثلاثة اوكي الفكرة انك انت تركبهم بالشكل هاده وينلس مثلا عندك ثلاثة بطاريات فهم بالشكل هاده اعتقد يعني اعتقد جميلة اوكي فانت فقط بتلاحم هنا وهاده النقطه وهاده بتصير السالب وهنا بصير الموجه بس بتصير بالشكل هاده اوكي فان اعمل عملية ايش تلحيم لا الام طبعا عملت هنا زي مشتت صغير اوكي لمين لا الترانزيستر اوكي الشكل هاده عساس انه ايش ايش يشتت هاده الجزء و هاده الجزء برضه خليته عريان عساس انه ايش يتلحم فيه من فوق هاده اسمه سولدر ماسك سولدر ماسك لير اوكي خلينا نشوف عملية التلحيم الان طبع شراب انا سميتها بتري بلانسر وليس بتري تشارجر لانه هي مش شاحن هي فقط عملية حماية تمنع من الاوفر تشارجين اوكي فخلينا نلحمها خلينا نشوف الان وهاده هي بعد عملية ايش اه اللحام زي ما احنا شايفين تمام بسيطة الدائرة ممكن انت طبعا تعملها تصغير زي ما بدك ولكن احنا ايش بدنا بدنا منها ثلاثة وهي ايش هاي ثلاثة وصله الان وبالتالي ايش ممكن احنا فعلا نشوف ايه زي ما اقول لك الكي هاده ولكن انا مش هلحمهم الا بعد ايش ما نعملهم معايرة فهمسك واحدة واحدة حط السالب هنا والموجب هنا من باور سبلاي هحطه تقريبا على اربعة بوينت واحد فولت وعاير هنا لحد ما هذا يطفي تماما وبعدين ازاوده الى اربعة بوينت اثنين واشوف هل هذا هيضوي ولا لا وبعد هيك ايش اعمال عملية اللحن طب نيجي الان اشاب العملية المعايرة انا بكل بساطة اريد احط ايش الفولت متر بين الطرفين هدولا تمام واجيب الباور سبلاي طبعا باور سبلاي انا بقدر اتحكم في فولت وعشان اعايرها على الفولت اللي انا عايزه بين هذا الطرف اللي هو طبعا نفسه الموجب نفسه اوكي وبين هذا الطرف اوكي وبتالي صار عندي ايش هنا هذا المنظر بفتح الفولت متر اوكي بشغل الباور سبلاي على مثلا اربعة بوينت واحد فولت تقريبا فالان هو اربعة بوينت واحد فولت وهنا ضاوي تمام معناته ايش انه لا انا بدي يعني اربعة بوينت واحد فولت انه لا ما يضويش فطبعا هنا عشان اربعة بوينت واحد فولت وفيه تيار مسحوب طبعا الجهد بقلي شوي لا انا بقول له استنى شوي مثلا عايرك كده ها الان طفى تمام هي تقريبا 4.1 فولت مفترض الاربعة بوينت واحد فولت اي ايش هي جهد البطارية الها تكون بين الطرف هذا و الطرف هذا لما الان جهد البرسابلاء يطلع على اربعة بوينت اثنين الان حين بده ازود الاربعة بوينت اثنين هاي ايش ضوا تمام والاربعة بوينت اثنين تبعت البطارية يعني هتكون موجودة كائنها هي البطارية وهذا هيبدأ يشتغل في نفس الوقت هيضوى اللد وتروح عبر هذه الديودات نفس الكلام خلينا نعمله لهذا و لهذا وبالتالي شباب الآن تم معايرة الثلاث لوحات و الان جاهزين انهم يقطعوا التيار او الكهرباء عن البطارية في حالة انه يتوسط 4.2 من 10 فولت و هنشوف اللدات هذي هتضوي كل ما تصل بطارية 4.2 من 10 فولت ايش اللان سويه الان هاشبك بطارية اثنين ثلاثة هنا و هط هنا جهد معين بتيارها انتبهوا لازم التيار تعمل إليه باقصى حد مثلا البطاريات الصغيرة هذي اوكي اللي احنا هجرب عليها يعني تقريبا 50 ميلا امبير 100 ميلا امبير يعتبر افضل تمام لانه هي اكتر حجم من 150 ميلا امبير فانحنا بدناش نزوذ عن الكلام هذا ولو اقل بكون افضل لراحتها والان شوالا بتمت الدائرة الان عملت لحام بين هادى النقطة و هادى النقطة موجب سالب 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 و هاي السالب والثالث بطاريات هاي هم موجزات ان بصراحة بطاريات هذي من زمان عندي وبالتالي احتمال كبير جدا ما يكونش فيهم اي شحنة تمام هاشبك انا بين هادى السالب و هادى الموجب اللي هو باور سبلاي ولكن هعطي له تقريبا قديش لو انا بدي 4.2 و 4.2 و 4.2 معنات الكلام انه عبارة عن 12.6 ولكن اقصى تيار هحطوه هادى اقصى ثيار هكون و هقوله 50 ميلي امبار لماذا ؟ 50 ميلي امبار هتمشى في الاولى والثانية والثالتة و بالتالى و هاش عشان لا يصحلش ايش وحدة تاخد او تشحن بصورة خطر عليها لانه هادى بطاريات صغيرة لوا ان بطاريات كبيرة كان مزود طبعا الـ 50 ميلي امبار لما تدخل في الاولى و تبدا تشحن جدا تشحن تشحن وتخلص سوف تذهب الى 50 امبير الى الترانزيستور هذا عبر الدايودات ولكن لما يكون التائر عالي سوف يبدأ يسخن هاي الـ Power Supply اضعه بين السالب وهي الموجب بالشكل بالشكل اضع الـ Power Supply الـ Power Supply يدخل الـ 50funded expand يطلق الى الارات وانا،الي něجام ، ادار ارجاء ترى الان، اعجب الكثير الان今وم الى 정دق الى الارات الان من نقطه الان اضعه هذا الان اتضعه يسبقي الى الارات افراجيكها الان. تقريباً هيصل 12.6 وإلا هتضلها تشحن بحسهم هيكذا في والله يسخونة في أي واحدة ما في الشيء يسخونة الان هتركهم ما بعرف قديش هيستمر وقت عشان يشحن ولكن هتركهم لحد ايش ما يشحن ونشوف مين فيهم اللي هيبدأ يضوي في الأول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لسه طبعاً ما خلصت ولكن خلينا أفحص الجهود للفضول فقط تمام فخلينا أحط هذه هنا مثلاً ونشوف الجهد الأول عشان نشوف يعني هل فعلاً في بلانسينج ولا ما في بلانسينج وهل هم متشابهتوا لا عشان نوضح المشكلة اللي بتصير تمام طبعاً الآن هنا 3.96 وهنا 4 شايفين هادي أعلى بشوية ها 4.06 معناته هادي أعلى من هادي شايفين عشان هيك لو ضلوا التيار يمشي في كلهم معنات الكلام هتسبب مشكلة واحدة ولكن لسه لأنهم لسه بشحنوا ما وصلوا 4.2 فهدول لسه ما اشتغلوش طيب نشوف الأخيرة 3.98 وبالتالي في هناك فروقات تمام احتمال بشكل كبير إنه هادي أول وحدة اللي تبعها يضوي عشان يعني كملت الشحن وبالتالي التيارة هيمشي في هادي وهديكة لحد إش ما يصلوا في النهاية الجميع للجهد المطلوب ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة